أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا دنيا ودينا النهاردة إن شاء الله حلقتنا عن موضوع يهم كل بيت مصر والحوار النهاردة عن غرفة موجودة جوة كل بيت مصر ولكنها غير أي غرفة لها أداب وتعليمات معينة للتعامل معها حتى لا يجلب لنا الخطر اتعودنا أن نفهم ونعرف كل حاجة تخص الموادع دي بطريقة سهلة ومبسطة عن طريق الدكتور مصطفى أبو جزيا أستاذ القراءات وعلوم القرآن بالأظهر الشريف والمفاصرة الأحلام أهلا بك يا دكتور أهلا معليك يا دكتورة هالة ومرحب بالسادة المشاهدين طبعا وبشرف أنني معاك النهاردة عشان نبصر المواطن ونتكلم مع المواطن أو كل بيت أو كل أسرة مصرية بتربي أولادها الصغيرين وبتتعامل مع الحمام باستمرار طبعا إحزاري الحمام منطقة خطر إزاي منطقة خطرة هو داخل الشجة وممكن يكون يعني مثلا عاملينه على أحدث تكنولوجيا حديثة وبأحدث ترميكة بأحسر التركيبات ولكن الحمام هو مسكن الشيطان أو فيه خادم يسمى بخادم الحمام وهذا الخادم له أثر وليه تأثير شريط جدا ممكن يأذي الأطفال طبعا ممنوع منعا باتا طبعا أي طفل نساب في الحمام صوت العالي أي طفل ممنوع نساب في الحمام لوحده بناشد كل الأمهات طبعا في البيوت من خلال شاشتنا فنات الصحة والجمال وبنمجنا دنيا ودين خلي بالك من أطفالك لو سمحتي لأن الحمام يعتبر مصدر إيزاء ومصدر أو مسكن الشيطان في جن بيسمى في المملكة الإبليسية اسمه خادم الحمام بيسكن دائما وابدنا بطورة هالة في الحمام طبعا يا دكتور يعني الجن أو خادم الحمام زي ما بيقال عليه أو هو ده دوة المسمى الصحيح لي تمام كده طيب ليه علامات معينة بتظهر على الشخص اللي اتأذى منه الخادم الحمام طبعا عشان نتكلم عن خادم الحمام باستفادة فنقول ايه العلامات اللي بتظهر على اي شخص إذا لجى هذه العلامات أو وجد هذه العلامات موجودة في جسمه يعرف انه عليه جن خادم حمام أو ملبوس بجن خادم حمام أو ممسوس بجن خادم حمام أو مسحوره خادم الساحة دي جن حمام لما بنقول فصيلة اي جن يا دكتورة هالة بنتكلم عليها من منظور ثلاث حاجات ده بعنقولنا المنظور الأولي ممكن يكون ممسوس بس من الحمام وممكن يكون حصل لمرحلة أعلى من كده فالجين اخترق الجسد فلبسه فأصبح ملبوس بجين خدم حمام المرحلة الثالثة يكون سحر شديد أو قوي فحضر خدم الحمام وعمل عليه السحر فأزى أفراد الأسرة أو حد معين من أفراد الأسرة في البيت نرجع لعلامات خدم الحمام أول حاجة لما بنقول خدم الحمام مشاره كبير إن النبي صلى الله عليه وسلم استعاز من خدم الحمام أو من السحر أو من حد دخول الخلاء من أداب دخول الخلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبس والخبائس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء برجه اليسرى ويخرج بقدمه اليمنى وفي الخلوج يقول غفرانة الحمد لله الذي نجانا من الأزى وعفاني الحمد لله الذي نجانا من الأزى وعفاني دليل فيه عفاية وأن الجن نفسه مؤذي اللي داخل الحمام جن مؤذي أحيانا نعود أطفالنا بقى على دخول الحمام بالدعاء يريد في السلوكيات المصرية وفي بيوتنا نعلم أولادنا سلوكيات دخول الحمام أو أداب دخول الحمام عشان طبعا الطفل يقدر يتعود أنه ما يقودش مدة طويلة في الحمام ويحصل له أذى طبعا الصراخ الشديد في الحمام غلط نرجع للسؤال الثاني علامات الجن عشان خاطر الكلام ما يروحش مننا علامات الجن أو علامات الشخص اللي يكون عليه جن خدم حمام أول حاجة الممسوس أو الملبوس أو المصحور بخدم الحمام بيحب يدخل الحمام كتير من علاماته دايما استمراره يدخل الحمام يوجد مدة طويلة في الحمام بيبكي كتير في الحمام طبعا أغلب أو 90% من سيدات مصر نعتبر كده بقول الكلام دا على الشاشة أن احنا أكبر خطر لسيدات مصر والبنات بتاعتنا في سن المراقة وفي سن الزواج ولما يكون في مشاكل في الخطوبة أو مشاكل في الزواج بتخش الحمام تعيط أكبر أكبر كارثة وأكبر خطر بحذر منها الجميع ممنوع منعا باتا البكاء في الحمام بتجيلي بنفسها الأزا بتجيلي بنفسها الأزا بتخليها جين خطير وشرس خطير وشرس جدا 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 طب إيه تاني من علامات خدم الحمام علامات خدم الحمام هو الشخص اللي يكون عليه خدم حمام بتظهر بقع ذرجة أو حمرة كمداد زرقاء أو حمراء على كتافه طب اللي عليه خدم الحمام برضو إيه اللي بيحصل له تاني الحاجة اللي بيشتكل منها دايما للمصريين آآ ألم المفاصل آآ ألم الظهر أي حد أسفر مقاطعة حديكي دكتور معنا اتصال هاتفي يا مرحب يا فندم أيوة ومخالد معنا أيوة 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 أهلا بحضرتك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن أكلم الدكتور مصطفى فضلي طبع معيك الدكتور مصطفى فضلي يا فندم يا مرحب يا فندم والله يا دكتور مصطفى أنا مخالد وأنا كان دراعي تعبني شوية وكان ضاري وبرك الله حضرتك لأنا دهري يخف بس أنا إن شاء الله أجل حضرتك برضو عشان دراعي ويبسم الله ما شاء الله يا دكتور ما شاء الله ربنا يزيدك يا رب الله يكريمك يا مخالد ربنا يبارك فيك يا فندم أنا دهري يخف خالص 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 شكرا لا يزيدك يا مخالد من ضمن الحالات اللي بتيجاها برضو كان عليها مشكلة في العظام وكان أزيها جن من الحمام كان معمول لها سهر سهر شريج جدا وكان آزي المفاصل بتقوم بالعافية تصلي بالعافية ما تقدرش زي بيض كترة بيصموها خشونة في الركبة وكلام من ده إذا المريض أو المصاب أولا يعرض نفسه على طبيب عشان برضو ما نقولش اللاجة روحاني هو كل شيء فيه أمراض يعالجها الطب وفيه أمراض روحاني فيه عرض مراضي وعرض روحاني نمشي مع الطبيب بالأول جاب نتيجة معها كويسة وتمام خلاص ما كان اللي خير طب كشفنا مرة واثنين وأخذنا الأدوية وما فيش نتيجة للعلاج وكلام من ده فبيتتوجه إلى راقي أو معالج بالقرآن الكريم بالركية الشرعية ويقرأ عليه هيجد بجل إحنا الجناف ومخالد إن فيه عندها الخادم بتاع العمل جن من جن الخادم الحمام وكان مؤثر فعلا على المفاصل وعلى ظهرها كان بينكتافها ألم شديد طبعا فلما كتبنا لها العلاج طبعا كانت استخدمت زيت زاتون مقروع عليه آيات الرقية وبالزات صورة القلم نون والقلم ومسترون الصورة دي شديدة جدا على هذا النوع من الجن اللي هو خادم الحمام أنا أنت دارك دلوقتي لطريقة العلياك بس عايزين عشان ما يتوش أعزينا مش هدين العلمات العلمات طبعا اللي عليه جن خادم حمام يا جماعة بيكره النظافة بيحب القزارة دايما نحبش يستحمى بيقود مدة طويلة مع أنه بيقود في الحمام كتير ومع ذلك ما يفتحش الحرفين ينزل الماء على جسمه وممكن لو حد رش عليه مية يصوت يعني المية العادية دي لو حد على جسمه يصوت ليه؟ إنه مش قابل المية تنزل على جسمه طبعا ده وردني فيه الصالة كمين بيبادوا على الصالة لأن طبعا المأزي أو عليه جن خادم حمام بيكره الأزان كمان سمع الأزان دكتور هالة بيكره ساعة الأزان تلاقيه بيتعصى ويختلف جديده ممكن نحط صعوبة في أزان مش قادر يسمع صيغة الأزان قراءة القرآن بينفر من قراءة القرآن الكريم ولذلك دي بعض العلامات اللي نقدر من خلالها طبعا الشخص في المنام بيشوف نفسه جاعد في الحمام كتير طبعا دكتور هالة علامات تخص يعني جسمه هو وشخصه هو بس ولا ممكن برضو يعني تبقى زي الأهل البيت معي؟ طبعا تبقى مصدر أزان البيت كله للشيئة كلها يعني بقى قصرت مثلا الخلافات ومثلا عدم يقبله يعني ينزوي مثلا بيبدأ منزوي وفي نفس الاخذة ما قلت لحضرش ده فيه ناس بتنفي الحمام يعني يخش في الجفاق كويس ويجي يخش للحمام عشان يقدر الحاجة بتاعته ياخده النوم ينام يشوف فجأ العلام الأخر كله سواء الجن الخدم الحمام وفاصلة الجن وعشيرته بياخده في حتاية كبيرة متفرقة ومخترقة طبعا دكتور هل يعني ممكن يتجسد للشخص جوه الحمام؟ يعني يتلع له بهيئة كده كاملة؟ دي من أخطر مراحل يا دكتور هل برفو عليك على هذا السؤال دي سؤال ذكي طبعا جدا جدا والسؤال دي طبعا بنوجهه المرحلة المتأخرة من مراحل الجن خدم الحمام المؤذي للإنسان أو صاحب الشقة عنه يتجسد في صورة وبيعتبر دي أخطر جن وأشرس جن عندما يظهر للمريض في الحمام يعني بعض الحالات جات لي برضو كان أخ بيشتكي لي أن زلته بتوجد مدة طويلة في الحمام وبيظهر لها الجن وهي تستحمى في البنيو ويقول يكلمها بالساعة والساعتين بيقول أجي أفتح الباب فجأة ما لقيش حد فبيختفي بسرعة لأنه شديد الهرب ممكن حد يتخيلها مريضة نفسيا ممكن وعرضها فينا على طيبين أفسيين وفي الآخر طبعا لما التجه للعلاج بالرقية الشرعية ولما قرأنا عليها ظهروا نطق على لسانها أنه كان بأمورها ما تنامشي في الفراش مع زوجها وطبعا أي حاجة يعملها الزوج حلوة أو جميلة كويسة مش شايفها ومش حسها شايفة كل تصرفاته خطأ كل كلامه ليها بتفسروا بمعنى آخر فبتحس إن جوزها بيبد عنها كتير وبيزيها كتير فشايفة حد عدولها عشان كده بنقول خادم الحمام أو الجن الخادم الحمام الباب دايما باب النافذة بتاعة الحمام دايما مغلق يا دكتور طبعا من أداب دخول الحمام عشان تخش الحمام أو الإنسان اللي بيخش الحمام بيمكس فترة طويلة في الحمام على جد قضاء الحاجة ويخرج بسرعة وما يظهرش من العورة منه على جدر اللي يحتاجه بس ما يكشفش جسمها كلها ويكشف جسمها كلها عشان مجرد أنه هيعمل حمام بس طب في حالة الغسل يا دكتورة للأسف الشديد للأسف الشديد أغلب الأزواج والزوجات بتترك هدومها اللي بعد ما بتستحمى أو تغتسل بتترك هدومها في الحمام الجن بياخد ريحة الهدوم دي وبيئذي الشخص الزوج والزوجة والأطفال من خلال هذه الهدوم فممنوع الهدوم بعد الاستحمام من الهدوم اللي احنا على عناها ونلبسه الطاقم تاني يتخذوا في سلة من سلة الهدوم وتبقى مركونة في مكان بعيد عن الحمام وكلم حاليتك متطابق جدا مع علوم التاقة برضو بتقول أن يبدأ بيكسب الملابس طاقة سلبية فلما أجي ألبسها برضو أحس أن أنا عندي نوع من كئابة تمام 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 يبقى إذن لما بننصح الشهد المشاهدين وبننصح سيدات مصر وعظيمات مصر ويعني نقول للجنة تحتها قدام الأمهات لأنها بتستحمل الطفل بتاعها بتاخد غيره هدومه كلها يخش يستحمى أو يغتزل في الحمام وتطلع تلبسه هدومه في أطره ما تلبسهش هدومه في الحمام طيب يا دكتور معينا برضو اتصال هيتفي لحضرتك أستاذ أحمد أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بيك لو سمعت أنا عاوزة أسأل للدكتور للمصطبع الحاجة اتفضل يا فن ماشي أنا دلوقتي عندها وسواس وسواس ده ما بينيه ماشي الليه اه ماشي وسواس ده شغالة أربعة وثين ساعة وغير كده كمان إن هي في أعراب يصط على طول ماشي وبيحصل عندها أبو عزاء تمامي بيقف أول ساعره في نصف الشهر الوسواس الكهري يا فن متعلق بالدينه ومتعلق بالحياة بمعنى ما بيحصلها وسواس مثلا بيقولها مثلا ناكين مثلا توضط ثلاث مرات أو غسلت إذا ثلاث مرات لا ده أربعة ده خمسة ده واحد ولا متعلق بالدين اللي بينكر إله لأن الوسواس نوعين واحد متعلق بالدين وحاجة بتجب تجب متعلقة بالعمل اليومية يعني مثلا أصدح عليك وسواس ما متعلق بحاجات من المنافية ممكن يشكك الواحد في الدين عنه خليه في أزمة شديدة وفيه وسواس لأ أنت نهاردة ما هسلتش لطبقة كويس تغسلها تاني النهاردة لأما مسحتش لطبقة كويس تغلقت مساحة تاني تالت ورابة اللي هو أندوس معناها نظيفة ونشفة فلنسميه وسواس قهري فعلا وفيه منه شق في الأطباء وفيه منه شق روحانة في حاجة تاني يا أستاذ أحمد حبيبي 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 ديسل هجاوب لك أقول لك العلاجة بالضبط شكرا لحدتك شكرا لك شكرا لك الزحم طبعا الحالة اللي بيشتكي منها أستاذ أحمد حالة الزوجة أو أحد المقاربات ليه إن حالة الوسواس القهري أو دايما بتشككها في الأعمال اللي بتعملها طبعا دي نوع خطير من أنواع السحر السحر بنسميه سحر الوسواس القهري أو سحر الجنون لما حد يكون معموله السحر بالجنون فالجن بيتمركز في منطقتين منطقة الجلبة يا دكتورة هالة ومنطقة المخ فبيخليها هالوس كتير يفكر في الحاجة مرة واثنين وثلاثة أنا غسلتي دي المساج لا شكلها مش مغصولة يكوش يغسل تاني يتوضع مرة واثنين وثلاثة وتجي لحالات كتير صلى ركعة والاثنين ولا ثلاثة والأربعة بيرجي عيد صلاته تاني كده حياته متوقفة حياته متوقفة ومش مبسوط بالنفسه وشغل حواليه حواليه السيد أحمد هو بقولك راح لطباء واستخدم ده والأطباء والوصاص مرحش دليل أنه عارض عنده الحالة حالة عرضية أو روحانية مش طبية أن الحالة فيه جن مكلف أنه يخليها دايما في حالة انشغال ذهني وطبعا حالة انشغال ذهني بيجيب مرتاح في أكل ولا في نوم ما بيخلطش في نومه لونه مخطوف على طول إرهاق في التفكير دجات الجلب دايما مستمرة مش منتظمة سريعة فبتأثر عليه فبنقول للأستاذ أحمد بأمر الله عز وجل أي راقي قريب لحضرتك هناك لأن طبعا هتبقى المعاملة مع الدم دي عراءة سحر للجنوم يعني انشغال الله هتقول لنا طريقتي عليك الخطوات اللي هي انشغالها أستاذ أحمد في بيته عشان خاطر بأمر الله عز وجل الزوجة تعفى بأمر الله عز وجل بأمر الله أولا أول شيء تقرأ صورة ياسين بنيت الشفاء على دورك مي كبير والطريقة يضع يد اليومنا في الماء ثم يقرأ صورة ياسين بعد ما يخلص قراءة ينفق في الماء ثلاث مرات بعد ما ينفق في الماء ثلاث مرات الماء دي هيقسم مرحاتين أو قسمين قسم تشرب منه الزوجة باستمرار والنصف الثاني ورش في حجة النوم اللي بتنم فيها كل يلا مرة لمدة خمس تيام يا دكتور أهلا الحالة التانية عشان نتعامل مع الدم عشان نوجف الوسواس دي شوية أسفل مكتبك دكتور معنا اقتصال هاتفي أستاذ راني أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل الشيخ أختي عندها مشكلة كبيرة قوي تفضل خطبت أربع مرات وكل دمرة يعني يعني عايزينها ومؤكدين بها جدا جدا وبعد كده يجوا ما نكملش الخطوبة تسع شهور ويشتبوها ويعود يشتبوها متأخلمين معيها مش مستحيل مش عايزينها ويتفتكشوا الخطوبة على أي سبب وآخر واحد دوت عمالي يحلف لأهله يعني ده ما نبسيتش الشبكة جابوا الشبكة وما نبسيتهاش ما لا عايزش تلبسها وعمالي يصوت لأهله يقول لهم بعد ما بامشي من عندها بابقى مش طيقها أكلمها بالتليفون عايزي وفرحم بيها أروح لـ رسالة وصلت أزازة رانيا رسالة وصلت يا فندي ده كتير دي كتير بيحصل يعني كتير حالة شائعة للأسف الشديدة دكتورة هالة النفوس تغيرت أصبح يحاك في صدر الإنسان أن الجرال اللي بتكره بعضها أو أحد المقربات أو الجرائب تروح تعمل عمال عيني لابن زي كده مقبل على الزواج بتعطيل الزواج هي زي ما بتقول كده تقرر كذا مرة تسع مرات تجداملها حد وانخطبت في المرة الأخرانية النهاردة حصل لها تهديد حصل له العليس تهديد إنه بيحس إنه مخلوقه متضايق الخادم بتاع العمل اللي بنسميه سحر معمولها بوقف الحال بتعطيل الزواج كل ما تحصل خطوبة لها هيحصل نفس الموقف سواء أشدد شوية أو أجل شوية المهم يمنع من كتب الكتاب أو أنها تصل لكتب الكتاب فانصح الأستاذة رانيا طبعاً إنها تخليها بأمر اللي تقرأ سورة يوسف والنور عالمية وتشرب منها باستمرار لمدة خمس أيام وتتواصل معنا بأمر اللي عز وجل وتقرأ سورة البروج اللهم أستاذ محمد كل يوم خمس مرات قبل ما تنام الأحلام اللي تشوفها تتواصل معنا بأمر اللي عز وجل وهنقولها للاجئ إن شاء الله طبعاً دكتور إحنا منتصل أستاذة رانيا تفضلي كتير بتحصل حالات زي كده مشاكل زوجية على أدفع الأسباب وليبقى الطرفين مصممين على الطلاقة تمام فهل ده وراء زي ما حضرتك بتقول سحر التفريق؟ هنقول عشان نكون نصحين طبعاً لشهد المشاهدين لأنني بحترم جميع المشاهدين وتميع اللي بيتابعني على قناة الصحة والجمال في برنامجنا دينيا ودين بنقولهم يا جماعة إن فيها عوامل اجتماعية دكتورة هالة عشان ما نكونش ايه نكون منصفين يعني فيها عوامل اجتماعية ممكن مثلاً غلاء الحياة وغلاء المعيشة بيأثر على الحياة الزوجية وبيعمل فطور في الحياة الزوجية وبيعمل خلفات بين الزوج والزوجة ولكن لابد من الزوجة أنها تجدر عمل جوزة أو طبيعة عمل جوزة وتطلب منه القطر المستطاع لتكلفه وما تكلفهش ما لا يطير وكذلك الزوج عنا هدخل لحضيرك بقى على حاجات روحانية طبعاً ربنا يسبب بيوتنا المصرية دايماً ويبارك في الأسر المصرية وبنقول لسيدات مصر انتوا أمهات الجيل القادم انتوا بتربوا أجيال عشان تطلع تقول البلد في الأيام الجاية وبنقول لأولياء الأمور اللبهات استحمل زوجتك شوية طلط النهار بتعاني من تربية الأولاد والغسيل والطبخ والكلام ده بس بنقول تاني نرجع ونقول بعد العوامل الاجتماعية يا دكتورة هالة في حاجة اسمها سحر بالتفريق وأنزل الله عز وجل فيه قرآناً قول الله عز وجل واتبع ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابلة هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من الخلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون إذن الناس بنرد على حكين هناك سحر تفريق من أجد أنواع السحر وإذن ذكره لفظينا الكران الكريم لأن بليس الكبير عليه لعنة الله بيفرح كتير كتير لما يقدر يفرق بين رجل وبراته بيجيب الشيطان اللي وسوس في أزن الزوجة ودنها تطلقني طلقني طلقني على طوله وكانها البانة في بقها لا يا سيدة الفاضلة لا تطلو بيستطلق من زوجك إلا إذا كان هناك استحالة للحياة لما يتدخل أولي الفضل من أهلك وأهله ويحاول يصلحه بينكه بعد كده تطلوب الطلق لكن النهاردة عشان على العمال وبطن نطلب الطلق لا تعالوا جدي مع جوزك واتكلمي معاه ونشوف العملين نرجع للناحية الروحانية في ناس بيقولوا السحر ما بأسرش ما كانش يقال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إذا إلا دي أدات استثناء يا جماعة أستاذ المشاهدين كلمة إلا أدات استثناء بتدل إن فيه ناس هتصاب وناس هتعفض هم المشاهدين دولت يا دكتور يعني بعد مكالمة أستاذة رانيا هم إن شاء الله بأمر الله يعني ميروا لحضرتك قلت عليه إن شاء الله إحنا أكيد استفدنا من حياتك النهاردة كتير شكرا جزيج لأنا فاني ومشاكل حليك بتوصل المعلومة بطريقة سهلة ومبسطة عايزين ننفع أستاذ المشاهدين بأمر ده من خلال حضرتك ومن خلال القناة ومن خلال برنامج دونيا ودين شرفتنا يا دكتور شكرا جدا كان معنا الدكتور مصطفى أبو جازيا أستاذ القراءات وعلوم القرآن بالأظهر الشريف ومفاصر الأحلي